بطاقة العشرة الاف دولار هذه بالعملة الاجنبية عندك انت رصيد في فلوسك اشترك بيه عشرة الاف دولار وعطوك بيه بطاقة انظر بطاقة هل سموها متل جمهورية بانك لا فيزا سموها فيزا انا ما يقدرش لا فيها مدام فيها دولار وفيها عملة اجنبية لابد ان تكون تابع لمؤسسة من هذه المؤسسات التي ذكرناها ثم هذه البطاقة يعطوها لك فيها عشرة الاف دولار تساوي عشرة هذه البطاقة كأنك انت اعطيت اعطيت مبلغ يساوي عشرة الاف دولار وسلمهو لك في هذه البطاقة ولما تبيت تصرفها يقولك انها في ليبيا ممنوع ما تبيت تصرفها ومن اعطوها لكش في ليبيا حرام عليك هنا لكن احلال إذا انت تجش شمت السفر وخذيت تذكرة بل فين ولا تلتلاف وتشحورت وتبهدلت في تركيا ولا في تونس وقعدت كل يوم تمشي بكري وتوقف الطبور على الآلة الساحبة ممرة تطلع لك تصرف ممرة ما تصرفها شو مهم الليل تشبح المر وبعدين في النهاية البطاقة فيها عشرة الاف يفترض يعطوك عشرة الاف لا البطاقة ما تعطيك شي يقولك يا فتح ربي تعطيك متى تسع الاف تسعمية وخمسين ولا تسع الاف تسعمية ولا تسع الاف وتم مية حسب العمول العمول يبتخذها فأنت عندك عشرة الاف أعطيتهم بطاقة فيها عشرة الاف وأعطوك أقل منها هل يعطاك أقل منها من هو وهذه القضية في التعاقد سنقول لابد للأسف ما فيش شفافية التعامل في ليبيا ما فيش شفافية التعامل البنوك معنا ما فيش شفافية بالمغمض هك مع أن هذا لا يحل العقد لابد لا يجوز لإخدام عليه لبعض معرفة تفاصيل لا يجوز أن تفاجأ فيه بشيء مجهول تقول لو اطلعت على أي عقد من عقود مصارف هنا سواء كان في بطاقة الصديق ولا طالب الدرب ولا كذا تجد يقول لك من جمز الشروط التي لا بد أن يلتزم بها صاحب البطاقة أننا سنعمل عليه نأخذ مننا عمولة عند إصدار البطاقة وبعد ذلك سيرىها في رصيده بيقداش الآن وقت العقد لا ما يقول لكش عليها ويقولك سنخصم مننا مصاريف في السحب ولا للإدارة ولا كذا وستنظر وستنظر بعد ذلك في كشف حسابه بيقول عليها الآن لأن هذا وقت التعاقد لا يخليها لكيف المصف قد تكون عشرة وقد يغير رائدها عشرين وقد يغير رائدها ثلاثين المهم لابد أن ترضى بهذا العقل لفيه شروط مجهولة وهذا لا يحل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم العقل لابد فيه معلوم بكل التفاصيل ولا يكون عقل فاسد باطل هذه مسأة لكن مش هذا وكل الأمر في مسأة العشرة ألاف دولار هم عندنا ثلاثة أطراف عندنا المصرف الليبي اللي هنا ليعطاك البطاقة وعندنا مصرف آخر خارجي يسموه مراسل ولا يسموه أيه كذا وهو تثق فيه البنوك الخارجية وتتعامل معه البنوك الخارجية لا تعرف شحن مصرف لا يدخل ليبيا لا يدخل ما نحن ضعون صعب مقيد وليس مسموح أنه يصير حتى تحويل ولا غير ذلك فلابد من أن تتحول قيمة العشال دولار هدية مات لمدة شهر عشرة مليون وعشرين مليون كيمة البطاقات هذا المال الدولارات كلها تحول إلى مصرف خارجي مراسل وإلى مصرف آخر وسيط فلما أنت تصحب هذا المال في توركيا تحط بطاقة عشرة وتصحب من توركيا ولا من تونس من يجعل المال هل يجعل البنك الليبي هل يجعل المال البنك المراسل الذي لدينا فلوسنا فيه ورصيدنا فيه لا هل اللي يعطيك المال هو البنك التركي ولا البنك التونسي وبعد تالي يعمل مقاصة لأن مضمون من قبل المراسل ضمن هذه البطاقة فهو بعد ما يعطيك هو المال أعطاك تسع الاف وتسعمية وتمانين ولا كذا يمشي يأخذ بعد 10 الاف كاملة هو سلفك ما نجولي مسألة السلف مرات يقول الناس هذا ليس سلف ليس شرط هو أن تعطيه فلوس تقول له سلفتك لا هذا ليس شرط كل من يعطيك مال وتستهلك وبعدين يطل منك تردهوله كلها سلف سوى ما سميت أنت سلف ولا ما سميته هو أعطاك مال أعطاك تسع الاف وتسعمية دولار وبعدين بيأخذهم من مالك أنت المودع في البنك المراسل ولا في غيره بيأخذ قداش بيأخذ عشاء الاف الفرق هذا بين العشاء من يأخذ بيأخذ بيأخذ مالي الاف المؤسسة المالية الراعية للبطاقة ويأخذ البنك التركي ويأخذ البنك الوسيط ويأخذ البنك الليبي هنا إذن في الواقع أنت عطيتهم بطاقة فيها عشرة تساوي عشرة ألاف وأعطوك أقل منها أعطيت سلفوك تسع الاف وأخذوه منك ألف هذا قرض بثائدة حرام لا يجوز ما الذي ألجأنا إليه نستطيع أن نتجنب بطاقات ممنوع كلها هذا ليس موجود إلا في بلادنا هذا موجود لأننا لأن في البلاد الأخرى وانت في أي بلاد ربية تسحب اليورو وانت بطاقة يعطيك اليورو البنك بتاعك يعطيك اليورو ما يعطيك لا يعطيك اليورو ولا يعطيك حتى عملة محلية حتى السيوء المحلية ليس موجودة فهذه الأزمات مفتعلة في ليبيا داخل ليبيا لا حقيقة تراها في واقع الأمر يمكن التغلب عليه يمكن أن لا تكون موجودة أصلا ليس يقول أنها تواهي يقول لك لا المشاهص يابنوا علينا في البطاقات نحن ليس نبقوا في البطاقات نمل في سلوك مسالك مخالفة للشعية ومخالفة للوضع الطبيعي في الدنيا كلها هذا يبقوا لو نعالج أمورنا زي ما العالم الغرب يمعالج أموره وهو اللي يطلع هذه البطاقات نستطيع أن تتجنب الحرام والبطاقات تبقى بردا وسلاما ومريحة نستريح العالم الغري يمستريح بها استراحة كاملة لأن حتى التعامل هناك ما عايش بالنقد حتى لإند الملايين في البنك لا تكاد تجد إند عشرة جنيه ولا عشرة دولار في جيبة لأن مش بحتجلها مثل نحن طوابير على السيولة لأن البطاقة يستطيع يفعل بها ما يريد وما فيهاش أي بخص ولا فيها أي ظلم كان حساب فيه يخص وانتهت المسألة وخلاص لكن يقول لك لابد تمشي تاخذهم من برة ولابد تاخذهم بأقل من قيمتهم السؤال يقول لما يمشي برة وياخذهم أقل من قيمتهم تقولوا جائز يجوز البنك ياخذ مننا ولما يطلح ها من البنك داخل ليبيا ولقي واحد فم الباب يقول تبيلي البطاقة هذه اللي فيها عشر الاف تبيع حالي بتسعة وتسعة وتسعم متى مثلا يقول لا حرام مجوز لأن تسعة وتسعم متى بدلت باعش الاف بأي كيف برة في تركيا جاز وفي ليبيا مجوز نقول بهذه الصؤال لا يجوز لا في تركيا ولا في ليبيا لأن بينت لك حتى في تركيا يعطيك قل ولي يعطيك قل مش بنك كنت لحطت في بنك تاني بسلف القيمة أقل مما في البطاقة وبعدين بيأخذ أكثر منها فالمسر في الهواء سواء سواء بعت بره هو هو لكن هذا الناس لا يعرفون له ليش لأن مع النشف في هل فيه شخص طلع بطاقة 10 دولار وقال للبنك نبيك توريني شروط العقد العقد فيه ثلاثة أطراف اللي هو المستفيد هذا صاحب البطاقة والبنك والطرف الثاني المؤسسة المالية الفيزا هل فيه شخص يقدر يقول نبي شنية الشروط لعملتها الفيزا ولا كيف يكون التعامل فيها هل يعطوه هذا ولا يمكن لا يمكن ولا هو موجود وهذا يفترض هذه السروط لعملتها الفيزا وغيرها من السروط الأخرى تكون موضوعة في صارة البنك عند الزبائن لما يجلس على الطاول يلقاها قدامها لا يحتاج حتى يطلبها من حد لأن في البلاد الغرب هذه الأشياء لأن السلفيزا تظلت رقب في الناس فيه كيف يشترك البطاقات تجيهم لا عندهم معلومات في بيوتهم النموذج هذا فيه إغراع وفيه صور وكيف أنت تستفيد ويصوروك كيف تدفع بالبطاقة وفيه تعمل بها كذا وكذا أنت تحساب روحك تستمتع بهذه الدعاية وبهذه المرغبات وفي الواقع فيها كل الشروط المتعلقة بالاشتراك فيها وفي آخر صفحة من هذه النموذج الصغير هذا يعني الملصق الصغير ولا تسميه أي حاجة لفلت ولا شو فيه محل التوقيع فقط إذا أنت عجبك الكلام وعجبك الشروط مجرد التوقع فقط ويبعتلك مع هذه الدعاية اللي هي ولت صارت عقد ظرف فيه عنوان مؤسسة الفيزا في ذلك المكان والظرف عليه الطابع دفع مسبق ما تحتاج لتدفع أي شيء ولا تكلف نفسك أنا تعبي نموذج وعشي مرد توقع فقط وتاخذ هذا العرض وانجي طالع تحط الضار في صندوق البيوت ومشي على حالك هذا كيف يتم هذه الشفافية كيف تم فيها التعاقد مع هذه الأطراف لكن نحن يستطيع ذكر يطالب البنك بانك ليبيا ولا يقول والله إنه لما توروني الشروط لا يمكن ولا هذا مسموح به وحتى لو تطل يقول لك هذا خاص بالمؤسرات ومدير الإدارات أنا منه لبيت عاقد أنا ولا مدير الإدارة يقول لك عدم الشفافية وعدم المصدقية لا يريدون أن نأكل الحرام الحلال ولا يريدون يعني تتسهل علينا أمورنا زي ما متسهل على الناس الآخرين يعني هذا أمر مأسوف عليه فمسأل إذا كانت بهذه الصورة أنا لما تسحب من تركيا يعطيك البنك التركي وبعدين ياخذ منك ويعطيك أقل مما ياخذ هي هي لا تجوز مثل ما إذا كانت بعتها قدام المصر هي المسألة لا تختلف لأنك تسمى دولار بطاقة مدى فيها دولار تسمى دولار مدى فيها دينار تسمى دينار لا تقول لأي شيء آخر الإمام مالك رحمه الله يقول في المدونة لو تعامل الناس بالجلود و صارت هذه الجلود صارت بينهم يعني عملة يبيعوا بها و يشترون لو تعامل الناس بالجلود لكرهت أن تباع بالذهب لو كانت صارت الجلد هذا صار عملة رائجة قال لا يجوز أن تباع بالذهب لأن حكم حكم الذهب كل ما يصير سكة لو تعامل الناس بالجلود وصارت سكة متداولة هذا كلام لما لديك نص في البطاقات هذه لو قطع جلد بدل البطاقة وعملنا عليها هذه البيانات وقلنا نستطيع نسحب بها ونشري بها ونبيع ونسحب بها دينار وعشر وألف هذه البطاقة هذا مالك بنص على هذه البطاقة بعينها لما لما الجيود يعني يباع بها ويشتر وتصير يعني سكة قال لك رهت أن تباع بالذهب معناها حرام تتبيح بيازجل ولا تبيح إلى أجل نظرة رهت أن تباع بالذهب نظرة فإذن لابد أن نعرف هذه البطاقات هي عملة وأن إذا بدلنا هذه العملة بأقل منها يعني عطتنا جهة أخرى أقل منها بعدين أخذت القيمة كاملة فهذا قرض بفاعدة وهو قرض محرم لا يجوز